شكراً لكم إذن أنا اسمي ريدا خماري أعمل كأستاذ تأثير علمي في قصر علوم بالمناسير في تونس وطالب دكتوراه في علوم المياه والأرض في المعهد العالي لعلوم تقنيات المياه بجابسي مخبر المياه الطاقة والبيئة إذن علماء الأطروح المتاعي هو تحليل ونمذج شامل الموارد المائية الجوفية في سهل القيروان في وسط تونس اعتماد على برنامج محاكاة علمي هو اسمه برنامج مودفلو تحت إشراف الأستاذ سالم البوري الحقيقة اغتياري معناها البحوث في علوم مياه أول حاجة نظر للأهمية والاقتصادية والاجتماعية المياه حيث عديد المجالات معناها تعتمد عليها مثل زراعة صناعة سياحة إلى جانب أزمة المياه المتفاقنا في العالم وخاصة في تونس وأحنا كما شفنا في السنوات الأخيرة حتى صناد وصلت وليت قص في الماء على فترات وتحلوا على فترات أخرى وساعات الفترات هذه تكون مطولة أكثر من لازم الهدف معناها اللي حبيتم من الأطرحة هذه هو المساهمة في تحقيق أسس التنمية المستدامة الشامل الموارد المائية وإدارتها في تونس لتجنب الأزمات الناتجة عن قص المياه كما وكيفا إذن في هذه المحاضرة عنا أربع محاور رئيسية المحور الأول هو دورة المياه في الطبيعة ثم أزمة الماء في تونس والعالم ثم المياه الجوفية في سهل أو قيروان وأخيرا الدراسة الهيدروكيميائية للمياه الجوفية في هذا السهل هو الأخير قفام بعض المفردات العلمية الصعيبة شوية راحنا بشنشوفوها كما مثلا الهيدروجيولوجيا الهيدروجيولوجيا هي كلمة يونانية تنقص بدورها إلى كلمتين يعني هيدرو هيدرو كما نعرف الناس يقول لك هي تعاني الماء والجيولوجيا هي علم دراسة طبقات الأرض إذن كلموها مع بعضهم هي كلمة هيدروجيولوجيا هي دراسة المياه الجوفية أي الموجود تحت سطح الأرض في الفراغات وفي المسامات توزيع متاحها وحركاتها وتفاعلها مع الصخور والتربة هناك أيضا زادة بعض المفردات العلمية الأخرى نحاول تفسيرها معناها وفيرها ميزير كل ما نتعرض معناها المفردة بالقول حابت نبدأ معناها بدورة المياه في الطبيعة أنا حابت نشوف كيفاش من أين يتأتى الماء إذن تتجدد الماء المياه على سطح الأرض بوسيطة دورة طبيعية مستمرة ديما مستمرة سيكليك تسمى دورة الماء في الطبيعة الدورة هذه تبدأ من لول بتبخر مياه من المحيطات والبحار بفعل حالة الشمس فتتحول إلى بخار يصعد في الغلاف الجوي وعندما يبرد هذا البخار يتكثف مكون الصحب ومع تراكم الصحب وارتفاع دوسبة الرطوبة تتساقط الأمطار والثلوج على الأرض فيتم امتصاص جزء من هذه المياه من قبل الطربة والنباتات ويتسرب جزء آخر إلى الطبقات الجوفية والباقي يدفق عبر الأنهار والجدور ليعود مرة أخرى إلى البحار والمحيطات وهكذا تتكرر العملية فذكذا سمناها دورة واحد وسمى دورة الماء في الطبيعة مصادر المياه لدينا حوالي 97.5% من المياه على سطر الأرض هي مياه مرحة غير صارحة للشرب خاصة في البحار والمبيتات البقية هي 2.5% هي في شكل معناها صارحة للشرب هي مع عضب في عدد أشكال سواء يكون في شكل عثلوج جليد ولا مياه شوفية ولا أخرى سطحية وأحنا كما قلنا سابقا اللي أهم مصدر الماء على سطح الأرض هو معناها هي مياه الأمطار التي تعتبر بطبيعة المصدر الرئيسي اللي تعطين المياه العظم وتتشكل من خلالها المياه السطحية كما مياه السودود أحنا كما في الزوار ما ننخل معلية هي مثل سود لهويرب ونبهانة في القروة ولا بعض البحيرات مثل بحيرة أشكل ولا المياه الجوفية كما المياه الجوفية في الجنوب التونسي إلى جانب ذلك نذكر مياه البحر المحلات مثل محطة تحليط مياه البحر في جربة وصفاقس والمياه المعالجة من قبل محطات ديوان التطهير اللي دي جاء بكري أحكي عليها سي أحمد الخشين زمينا سي أحمد الخشين حبيت نحكي شوي على مستوى نذرة المياه في العالم وفي تونس تعاني عديد من البلدان في العالم نذرة المياه كنشوفه هنا في الخريطة هذه معلها خاصة دول شمال أفريقيا منها تونس وفهم بعض دول جزي العربية هي عندها مستوى نذرة تامة منها المياه حيث يتراوح الرصيد الفرد الواحد ما بينها من المياه العربية بين 0 و 500 متر مكعب في السنة وقد أشارت منظمة الأغذية وزيراء العالمية الفاو عام 2022 قالت لي أزمة مياه شرب يعاني منها حوالي 2.3 مليار شخص حول العالم العالم ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بين 2020 و 2050 بمقدار الضعف خاصة في مجال الري والصناعة والاستعمالات المنزلية هناك عدد أنواع من نذرة المياه نذكر منها على سبيل معناه الذكر للحصر النذرة الجغرافية النذرة الاقتصادية النذرة الموسمية تأثير النمو السكاني والتلاوث وأخيرا تأثير التغيرات التغيرات المناخية بالنسبة التونس تونس احنا عنها مشكلة كبيرة بطبيعة في المياه وهي تحت خط الفقر المائي شهدت تونس مع نفس سانوات الأخياء تراجع ملحوظ تقريب منذ الخمسينات والستينات والخمسينات والستينات هناك تراجع ملحوظ في معدل هطور الأمطار وهما أثر بشكل كبير على موارد المائية والزراعية في البلاد على الهنة رسم البياني هذي نلاحظ من خلاله أن متوسط هرور الأمطار ما بين 2017 وال2021 لم يتجاوز 280 ملي متر في السنة بالنسبة معناها موزع على كامل تراب الجمهورية وهو ما يوصلنا في تونس تحت خط الفقر المائي فالحد الأدنى من توفر مياه سنوين يجب أن يكون على الأقل ألف متر مكعب في السنة بالنسبة للفرق لكن احنا تونس معناها عنها تحت 500 متر مكعب في السنة وأيضا بطبيعة تونس مش تصنف ضمن المناخ شبه معناها في نطاب البلدان المناخ بتاعها شبه جيف وأحنا مع عمال يمشيوا نوصلوا حتى المناخ الجيف مشكلة آخر زادة معناها أبار معناها قلة التساقطات وهو طول الأمطار هو معناها معناها شهدت معناها الصدود معناها شهدت عدت معناها مشاكل احنا تونس معناها النقص في الهطول الأمطار أثر بشكل كبير على الموارد المائية والزراعية في البلاد دونكن هناك نشوفه في الجدول اللي لدينا أحنا مستوى المياه المخزنة في الصدود لم تتجاوز حوالي سبعة وعشرين بالمياه في سنة الفين وسبعة وعشرين وأحنا في الفزون دي تيود متاعنا لدينا سد الهوارب في القيروان اللي هو صل حتى صفر بالمياه معناها فارغ تماما وثلاثة بالمياه في صد نبهانا في سنة الفين وعشرين ولقد بلغ معدل استغلال المياه السطحية في تونس حوالي مية وتسعاش مليون متر مكعب في السنة وهو ما يعادل بنسبة الاستغلال جائر معنا فطنة طاقة متان حوالي مية وثمانية وثمانية بالمياه والطاقات الجوفية تبلغ هذه النسبة حوالي مية وتسع وعشرين بالمياه من الاستغلال المفرط للموارد الجوفية توقحنا هنا الأسباب الأزمة هو التغير المناخي انقفاض تسقطات المطارية والاستنزاف المفرط للموارد المائية التداعية هو تأثير سلبي على القطاع الزراعي الذي يعتمد أساسا على مياه السدود وزيدة مخاطر المياه في المناطق القريفية والحضارية بعض الحلول المختلح هي تحسين كافية استخدام موارد المائية في الرأي مصادر المياه غير تقليدية مثل تحليت مياه البحر إضافة إلى انخفاض التسقطات عندنا مشكل وشوح السدود وعندنا مشكل كبير في تونس خاصة منذ الثور منذ ألفين وحداش عندنا استغلال الجائر الموارد المائية من خلال حفر الأبار العشوائية حسب مصادر وزارة الفلاحة هناك حوالي ستة وعسين ألف وثلاثمائة وتسعة وعسين بقرا عشوائيا تتوزع على كامل تراب الجهوي معناها ما غير رخصة من إدارة الموارد الخلاحية خاصة في القروان واجبيلي وسيدي بوزيل طبعا باش نتعدي التحليل للمزاجة الموارد المائية بسهل القيروان إذن يقصد الموارد الجوفية هي الموارد كما قلنا الموجودة تحت سطح الأرض في الفراغات بين السخور والطربة وهي من أهم مصادر المياه العربة كما قلنا منذ البداية تونس فيها ثلاثة أنظمة إدروجيولوجية علىها هامة هناك رئيسية هناك الأحواض الجوفية في الشمال الأحواض الجوفية بالوسط والنظام الأحواض الجوفية بالجنوب هذه الأحواض تحتوي على حوالي مئتين وسبسطين طبقة مائية عامقة تتوزع خاصة في الجنوب والسواحل الشرقية إلى جانب أكثر مئتين وثلاثة طبقة مائية سطحية تتوزع خاصة على السواحل الشرقية للبلاد وأقليم الوسط الغربي ويتمتع سهل القيروان اللي هو موضوع الدراسة المتاعي بطبقتين من المياه السطحية متراكمة فوق بعضها طبقة جوفية فوقها طبقة سطحية معنا طبقتين موجودين فوق بعض من المياه كنود خلق شوية في التفاصيل معنا سهل القيروان هو سهل القيروان هو موجود في وسط تونس ويضم خمسة معتمديات والخمسة مناطق رئيسية لهي القروان الشمالية القروان الجنوبية بحاجة الشراردة وشبيه وهو أكبر حوض مائي في وسط تونس بمساحة جملية تقدر حوالي ثلاث ثلاث كيلو متر مربع أغلبها مخصص لزراعة أكثر من ثمانين بالمئة هي مخصص الزراعة هو حوض مغلق بشنطخل شوية معناها في علم الجيولوجيا وحاولت نبسط معناها هو حوض مغلق معناها مسكر يتكون من خفض كبير باتجاه الشبال جنوب مليء بأكثر من سبعمائة متر من الرواسب القرية الفوتاتية معناها الفوتات مثل الرمل والحصاء والطين وما إلى غير ذلك من العصر الرباعي معناها أخر فترة الظهرية التونسية مثل واد زرود واد مارقليل واد نبهانة مثل الظهرية تونسية هي امتداد للأطلس الأطلس معناها لجبال الأطلس الظهرية تونسية احنا عنا كما جبال الشعابي كما جبال السرج كما جبال وسلات دونك هذوكم بالكليكة الأحواض متاعهم تصب في معناها تصب في السهل متاع القيرواء احنا عدنا أهم زوز ودياني سبق في سرق هيروين هو واد زرود واد مارقليل إذن الخوضة ذا يحده بالغرب مجموعة كما قل من تضاريس من الشرق التلال من العصر الرباعي المصابات النهائية معناها في اللخر الاكزوتواري تسمى في النظام الهيدروجيولوجي هي سطوط المالحة معناها في الشرق هاي اللي هي سبقة الكلبية وسبقة سيد الهاني وشريطة أما اتجاه تدفق المياه في هذا السهل فهو بشكل عام يتبع معناها مسار ومجرأ وزرود ومارقليل وكما عشرنا سابقا الناساء القيروين هو يتكون من طبقتين اللي حكيين عليهم مائيتين متراكمتين اللولة سطحية والثانية جوفية تتعرضين إلى ضغط هائل بسبب الري والزراعة وتلبيت الحاجيات البشرية وهما أدى إلى انخفاض المياه الجوفية فيها إذن أحنا شنو المعناها الحابين نعمل هو حابين نعمل محاكات للسكول الهيدرو ديناميك للطبقة المائية الجوفية وهذا يتطلب معرفة جيدا بالخصاص الهيدروجيولوجية للطبقة المائية متابعة مستوى المياه الجوفية منذ أقدم القياسات وحتى الوقت الحاضر وهندسة الطبقة المائية أحنا هنا في الصورة آخر الصورة عن جهاز اسمه جهاز البيزوماتر المياه الجوفية في نقطة معينة من طبقة المائية بواسطته نستطيع تتطور عمق المياه الجوفية في مدة معينة ديناميكية الأحواض الجوفية كيفية تغذياتها تصريفها بشكل جفاف وتسل المياه المالحة وتلوث هذه الأحواض إذن هذه هو من أهم معناها الأجهزة التي نستعملها في الهيدروجيولوجيا إذن هنا لأننا بعض المعدات والأسليب لأنجاز هذا البحث اعتمدنا منهجية تجمع بين الدراسة الهيدروجيولوجية والهيدروجيولوجية والإحصائيات أولا لأننا جمع والتحليل البيانات الهيدروجيولوجية والأرصاد الجوية للمنطقة المدروسة ويشمل ذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأمطار والجريان السطح ومستويات المياه الجوفية ومبعث عن المرحلة الثانية جمع وتحليل البيانات الجوية والهيكالية والتي تميز حوض المنطقة المدروسة التشققات وطبقات صفور ما إلى غير ذلك ثم تحليل البيانات الجيوفيزيائية مقاطع الحفر تحديد هندسة الخزان متاعنا متاع المياه وتحديد التكوينات الحاملة المياه ثم عن في المرحلة الرابعة جمع وتحليل المياه الجوفية بغرض دراس تركيباتها الكيميائية تحديد نوعية ومصادر التلوث ثم استخدام نظام المعلومات الجغرافية السي لإنشاء خراءة واستخدام النموذج الرقمي مدفلو لمحاكاة تدفع المياه الجوفية من خلال دراسة حركة وتوزيع وتطبيع المياه الجوفية مع الخزان الجوفية وأيضا للتنبؤ بتطور المياه الجوفية بمرور وقت ضروري بالتخطيط وإدارة الموارد المائية وأخيرا وضع عدوات لدعم اتخاذ القرار وذلك لتقديم توصية لإدارة الموارد المائية إذن الدراسة الهيدرو كيميائية هي من أهم علىها دراسات الهيدرو جيولوجيا وتنقسم إلى خمسة مراحل رئيسية أول حاجة جمع العينات إذن جمع العينات إذن جمع العينات المرحلة الأولى هي بتعاون مع المنضوبية الجهوية للتنمي الفلاحية بالقيروان وقمنا بتحديد مواقع الأبار بشكل استراتيجي وبأخ 30 عين من المياه موزعة على كامل سهل القيروان وذلك باش نحلوها معنا في وقت لاحق المرحلة الثالية لتحليل العينات وهي ثطوة هامة مؤشر معناها على التلوث الزراعي والصناعي المرحلة الثالثة هي مرحلة تفسير البيانات يقع تصطيف نوعية المياه وتحديد العملية الجيوكيميائية لدو أثر عليها مثل التفاعل بين المياه والسخور أو تسرب المياه السطحية وقد استطعنا من خلال دراسة بيانات مراقبة المستوى الجو في الطبقة المائية على التأكيد على انخفاض مستمر منذ أكثر من عشرين سنان لهذا معناها للطبقة الجوفية يتروح بين 0.25 وواحد متر سدويا ويصل إلى 30 متر في المناطق الحضارية والزراعية وذلك عائد أساسا الاستغلال المفرط لمياه الري والشرب وهو ما تسبب في زيادة مروحتها وحيث تصل المروحة توصل حتى 6 جرام في اللتر في بعض الأماكن مع الإشارة أن أهم الأملاح معها الموجودة القناة الأملاح الذائبة هي كبريتات الكالسيوم والمانيزيوم وكربونات الكالسيوم والمانيزيوم المرحلة الرابعة هي تقييم الجودة مرحلة تقييم الجودة هي مقارنة النتاج مع معايير دولية بشأن نشوفه معناها هل يوجد تلوث في هذه المياه ولا وأخيرا المراقبة المستمرة يجب إجراء معناها مراقبة دورية لجودة المياه لتعرف على أي تغييرات قد تحدث وذلك لضمان الاستدامة لإستخدام هذا المورد الحيوي أخيرا أخيرا قبلت مزاين يقع إدراج نتاج دراسة الدروكي مائية المياه الجوفية ذوما المعلومات الكليكة الكليك نصبوه في السيك ومنبعد في برنامج نمتاج الديناميكا المائية وذلك بهدف محاكاة تدفق المياه الجوفية في خزنات سهل القيروان يفهم سلوك النظام المائي الجوفي بشكل أخضر وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتلوث وإن شاء الله ستساهم لتائج هذا البحث في دعم عملية صنع القيروان لدى مختلف الجهيد المعنية مثل المزارعين وسلطات المختصة من أجل إدارة مستدامة الموارد المائية وشكرا جزيلا لمتابعتكم سامح